بفلسطين تقديم الرئيس محمود عباس عفواً هو كتابنا اليوم بفقرة كتاب لهيسم تليم الزعيتر هو مؤسس عضو رابطة الكتاب والأدباء العرب داخل المجال الإعلامي عام 1983 وأيضاً عمل في جريدة اليواء اللبنانية منذ عام 1986 وتسلم مسؤولية مكتبة بصيدة والجنوب وبعدين أطوح سكرتها نشر مواضيع سجلت بخانة السبق السبق الصحفي ومقالات ومقابلات في الصحف والمجالات وحل ضيف على برامج تليفزيونية حمال عدد جوائز ودروع تقديرية على عمل كتابه الكتاب الثاني لقاله بعد كتابه الأول لحظات من عمري في كتابه وصدفنا أيضاً بفقرة كتاب لمحكينه عن كتابه الأول أهل وسهلا فيك حول هالكتاب الكتاب الكتير حلو يلي بحمل عنوان الأوائل على ضرب فلسطين هلا خلنا نبلش من الأول يلي إنه رئيس محمود عباس هو كتب لك المقدمة وهيدي سابقة أول حدا بيكتب له مقدمة الرئيس عباس أول 27 قبل يومين هذه الإدارة الأمريكية في قيان أسرحي وصيارة الأمريكية عبرت بذلك بتشوف هيك شوية نور عم يصع حول موضوع حل القضية الفلسطينية معنو يعني صرنا ثنين وثنين وعم نحكي بالموضوع والصغيرات كل ما منلاقي حل جديد بترجع تتخربت القصة الكتاب مقسم لعدة فوتورة حنفوث بعد شوية من التقاطيل فيه أكثر لك خلنا نروح مع واقفة ونرجح الأوائل على درب فلسطين للكاتب وصحة بهايثم تاين زعيد يعني برحب فيك مراتين بسي بلس فيه بالأول اللي هو الفصل القادم يعني هنا أوائل على درب فلسطين وبلشت كمينة برئيس الجمهوري العمد ميشيل سامير لها سفارة في لبنان بعد أنه كان التمثير على المستوى المتبعات موضوعنا في حيات فلسطينية المكتب وبالتالي اعتمد القوصة في فلسطين في لبنان هو من اللاجئين فلسطيني أشتكتور هذه السابقة للمرأة لهذا الخطوات الإجابية التي تتم بها أخمت الرئيس كان لها دور لا بد من حسيبه واعتبار شريكا في دعم القضية الفلسطينية ومن أوائل من استحقوا هذا الأخبر في دعم القضية الفلسطينية خصوصا في ساحة لبنان الملف الآخر كان هو سيرة حياسية فلسطينية رئيس محمود عباس مفقف جدا له عدة اصدارات وكتب ولكن من يصدرها رئيس محمود عباس مجتمع باهتمام ومن يضع لديه محمود عباس محمود عباس